اشتركوا في القناة إن رأيتمون تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل لكم وإن رأيتمون هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فلما بدأ في الأفق بشاير انتصار المسلمين قال الكثير من الرماه الغنيمة الغنيمة ونزلوا من على مواقعهم على الجبل فهزمهم الله لما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان هناك في المدينة المنورة مجموعة من الثعالب تراقب فقال اليهود للمسلمين لما عادوا من غزوة أحد ألم ترأوا ما أصابكم ولو كنتم على الحق ما هزمتم فارجعوا إلى ديننا فهو خير لكم فقال عمار بن ياسر رضي الله عنه وأرضاه كيف نقض العهد فيكم فقالوا شديد فقال رضي الله عنه وأرضاه فإني قد عهدت محمد صلى الله عليه وسلم ألا أكفر به ما عشت وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه أما أنا فقد رضيت بالله ربه وبمحمد النبي وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا فنزل قول الله تعالى ما في الشك أن اليهود حاولوا زعزعة الإيمان في قلوب المؤمنين بشتى الطرق وفي كل مناسبة فطعنوا في نسخ القرآن الكريم رغم أن النسخ موجود في التوراة وقالوا يستحيل على الله النسخ فالنسخ من البداء وقالوا إذا كانت القبلة تجاه بيت المقدس باطلة فلماذا اتجهتم إليها وإذا كانت صحيحة فلماذا تركتموها ودى وتمنى وأحب كثير من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يرجعوكم بعد إيمانكم كفارا كما كنتم تعبدون الأصنام وكان ذلك بسبب الحقد والحسد الذي امتلأت به نفوسهم من بعد ما تبين لهم صدق النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به فتجاوزوا عما كان منهم من إساءة واصفحوا عن جهلهم حتى يأتي الله بحكمه وكونوا على يقين أن الله على كل شيء قدير إن شاء هداهم للإيمان وإن شاء أخذهم بذنوبهم وفي الآية تحذير للمؤمنين ولنا حين نتعامل مع أهل الكتاب فليس شرطا أن يكون ما يظهرون مثل ما يبطنون لنا قال الله تعالى في كتابه الحكيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم فلن يدعونا حتى نخرج من الإسلام كليا بيلفت فضيلة الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه نظرنا إلى ود كثير من أهل الكتاب صحيح أن من ودهم كثير ولكن هناك أيضا قلة من أهل الكتاب لم يودوا وفي ذلك أمانة صحيح أن من ود كثير من أهل الكتاب ولكن هناك أيضا قليل من أهل الكتاب لما علموا الحق سكتوا وهناك نماذج كثيرة من اليهود قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه أرضاه نزلت هذه الآية في حيائي بن أخطب وأخيه أبو ياسر بن أخطب وهناك أيضا كعب بن الأشرف اليهودي وكان شاعرا كثيرا ما يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصد عن الإسلام والسبب واضح وضوح الشمس الحسد الذي تمكن من أنفسهم فأضر بصاحبه وأساء إلى غيره وكان الحسد من بعد ما يتبين لهم أنه الحق المنزل من عند ربهم وهذا هو قمة الطغيان فالحجة قائمة عليهم لما علموا أنه الحق وأنه من عند الله ولا عذر لهم حسد كثير من أهل الكتاب المسلمين على الكرآن الكريم أن ينزل عليهم وعلى خاتم مرسلين أن يكون من العرب حسدا من عند أنفسهم الخبيثة الأمارة بالسوق والنفس الأمارة بالسوق أشد عداوة للإنسان من الشيطان نفسه والنفس الأمارة بالسوق لا تكف عن الأمر بالسوق مرة تلو مرة تلو مرة حتى نقع في الخطيئة ونقوم بالمعصية فلنهضر من النفس الأمارة بالسوق والحسد معناه تمني زوار النعمة من المحسود وإن لم تصل إلى الحاسد وحسد المسلمين للمسلمين حرام قطعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تباغدوا وإن كان ظاهر الآية الكريمة يخاطب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن علينا أن نلتفت إلى أمر مهم فكثير من أهل الكتاب في هذه الأيام يستخدمون كل أدواتهم من الإعلام وإلهاء الشعوب وإضعاف المؤمنين قال أحد الشعراء للمعتصم لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله وجاء حسدا من عند أنفسهم للتأكيد كقول الله تعالى يكتبون الكتاب بأيديهم للتأكيد والحق هو محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به محمد والحق أيضا هو الكرآن الكريم حتى يأتي أمر الله وقد أتى فقتل من قتل من بني كريضة لما أهد الأحزاب في غزوة الأحزاب وسوبيا من سوبيا ودفعوا الجزية ومنهم من دخل في الإسلام والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب وكان الحسد هو أول معصية ارتكبها إبليس في الملأ الأعلى لما حسد آدم وأول جريمة ارتكبها الإنسان على الأرض كانت برضو بسبب الحسد لما قتل قابيل هابيل فاعفوا واصفحوا أيها المسلمون والعفو من الصفح والصفح أشمل في المعنى العفو هو إسقاط العقوبة على المذنب أما الصفح فمعنى طي الصفحة وعدم التثريب واللوم وهو أوسع من العفو حتى يأتي الله بأمره وتكون مهيئين ومؤهلين لقتال أعداء الله فإعداد النفوس المؤمنة للجهاد يحتاج لوقت وقوة إيمان وصبر على الطاعة فالجهاد هو التضحية بكل شيء بالوقت والصحة والمال والنفس فلا تتعجلوا الجهاد ولا تقلقوا فإن الله قادر على أن ينصركم في الوقت المناسب وفي ذلك حكمة إن الله على كل شيء قدير له القدرة المطلقة لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء والعفو والصفح من صفات الأنبياء ونتذكر جميعا ما قولت الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وقال لكريش اذهبوا فأنتم الطلقاء فاللهم اجعلنا ممن يعفو ويصفح جزاكم الله خيرا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر